اشتركوا في القناة عند استبدال وحدات التعليق الهوائي لابد من استخدام الأدوات والمعدات المقدمة من شركة تصنيع السيارة افحص ترابط الأجزاء الجديدة اخرج وحدة التعليق الهوائي من عبوتها وافحصها للتأكد من أنها غير معكوسة ولا متضررة ومن أن طيّة الدوران في مكانها الرجاء رجوعوا إلى تعليمات التركيب الواردة مع المنتج قبل خلع وحدة التعليق الهوائي يتم كياس ارتفاع السيارات وتسجيله بداية من مركز سرة العجلة حتى الحافة السفلية للمصاد الأمامي تنبيه لا يمكن القيام بذلك إلا عندما تكون وحدة التعليق الهوائي غير تالفة ارفع السيارة باستخدام نقاط الرفع التي حددتها الشركة المصنعة افحص كل مكونات التعليق فحصا شاملا للكشف عن التلف اخلع العجلات وصل جهاز التشخيصي وفعل الاتصال افرغ الهواء من وحدة التعليق الهوائي بشكل كامل بمساعدة الجهاز التشخيص اوقف الاشعال اخرج مفتاح التشغيل دائما قبل العمل في وحدة التعليق الهوائي احرص دائما على ارتداء المعدات الواقية للازمة عند العمل في نظام الهواء المضغوط نظف وصلة انبوب الضغط الموجودة أعلى وحدة التعليق الهوائي كن بإرخاء انبوب الضغط بحذر حتى تسمع صوت خروج الهواء وانتظر حتى ينخفض الضغط المتبقي تماما ثم اخلع انبوب الضغط تماما واحكم سده تأكد انك لا تقوم بثني اولي او سحك انبوب الضغط اضغط على مشبك وحدة التعليق الهوائي من ناحية ارضية السيارة باستخدام اداة مناسبة ادخل وحدة التعليق الهوائي في بعضها طوليا بعض الشيء وارفعها من الجانب من ذراع التحكم المستعرض يمكن الان خلع وحدة التعليق الهوائي يتشابه تركيب وحدة التعليق الهوائي الجديدة مع خلعها ولكن بترتيب معكوس كن بتغيير مشبك وحدة التعليق الهوائي بارضية السيارة اخلع ملصق الاماني قبيل التركيب خلال التركيب احرص على عدم عكس اتجاه وحدة التعليق الهوائي ركب وحدة التعليق الهوائي مع جعل البروز في مركز ذراع التحكم المستعرض السفلي وتفقد استقرار وحدة تعليق الهوائي في موضعها الصحيح كن بتعشيك وحدة التعليق الهوائي بالمشبك بصوت مسموع كن بإرخاء مسمار السد في وصلة أنبوب الضغط في وحدة التعليق الهوائي واخلعه بحذر اخلع مشبك حلقة القطع الذي تم تركيبه في المنتصف استبدل مسمار السد وحلقة القطع الموجودين في أنبوب الضغط في السيارة باثنين جديدين احرص على المحاذاة الصحيحة لحلقة القطع ركب أنبوب الضغط الموجود في وحدة التعليق الهوائي خلال التركيب التزم بتعليمات شركة تصنيع السيارة المتعلقة بالعزم تأكد أنك لم تكن بثاني أولي أو صحك أنبوب الضغط تنبيه لا تخفض السيارة أبدا عن منصة الرفع تماما عندما تكون وحدة التعليق الهوائي خالية من الضغط وصل جهاز التشخيص وفعل الاتصال املأ وحدة التعليق الهوائي باستخدام جهاز التشخيص وفقا لمواصفات شركة تصنيع السيارة افحص وصلة أنبوب الضغط للكشف عن التسرب يجب ضمان إحكام منع التسرب في النظام بأكمله اربط العجلات بشكل احترافي انزل السيارات باستخدام منصة الرفع بحيث تتلامس العجلات مع الأرض وابدأ تشغيل المحرك اترك المحرك قيد التشغيل لمدة دقيقتين على الأقل ثم أنزل السيارات مع وجود محرك قيد التشغيل حتى تصل إلى المستوى الذي تم قياسه مسبقا أو حتى الارتفاع الكياسي للمجموعة انتظر حتى ترتفع السيارات بشكل مستقل من منصة الرفع عندئذ فقط يسمح بإنزال منصة الرفع بشكل كامل اضبط دائما محاذاة المحاور ضبطا أساسيا بعد العمل على نظام التعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر